بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي أبنتي أجماعة الثالثة ثانوي المقبلين على شهادة البكالوريامين أحرار ومتمدرسي فلول نسأل الله جل وعلا إن شاء الله كامل ربي يوفقهم وتجيبوا الباك تاعة 2024 إن شاء الله بأحسن المعدلات لاحظت هذه الأيام على قنوات في اليوتيوب بعض التشجيعات أو بعض التحفيزات من بعض الأشخاص من بين التحفيزات اللي شغلت لي بالي أنه لاحظت واحد الجماعة يقول لك لو كان مكش تقرى 12 ساعة فالنهار مكش راح تجيب باك تاعة ولا جبتوا تجيبوا معدل عيان أنا واحد من الناس هذا التحفيز لاحظتوا موش تحفيز إنما هو مبالغة أو في نفس الوقت يفشلك علا أن لو كان جيبوا طنوبي ونشعلوها 12 ساعة ونخلوها ما نطفوهاش راي تسخن وتفسد ما بلو كانت وانتي وليدي اللي رك بشر ربما رك تدير كل أقصى الجهد التاعك وليدي وبنتي باش تقرى ثلث سويع ولا أربعة فالنهار هذي لا تدير كلش ومن بعد يجي واحد يظهر يقول لك لو كلمة تقراش 12 ساعة ما تنجحش بوش تحس تحس روك بلي رك مقصر ولا تحس روك بلي مستحرك راح تنجح الولادة البنت لا يكلف الله نفسا إلا وساعة كي ينجي معه ربما يقرأ ساعة فالنهار وجيبوا المعدل تاعه وبكلوا اليوم ومعدل مرتفع إلا أنه يقرأ بذكاء أنا وش نقول لوليدي بنتي إلا كارك تقرأ ساعتين ثلث سويع أربعة سويع حتى الخمس سويع أراك ما نقولوش عشرة على عشرة أراك 12 على عشرة إلا أنه كيفاش لازم ننظم الوقت التاعي الوقت التاعي دايما نقوله بما أن البرنامج جلوه بدأ يكمل أنا دايما نقول ديره ملخص للمادة وبعد بدأت تحلل في الباكالويات السابقة والليلقيت مواضيع نقتراحة وكذلك أنا وصيكم ما تقرأوش بثلث مواد ربعة فالنهار لأن رك تكره وتمل وتبدأ في حرب مع الوقت إلا كنقدر تقرأ غير مادة ما في حتى مشكل المهم أقرأ دائما نوصيكم أقرأ وانت وانت مرتاحة أقرأ وانت ثايق في ربي سبحانه باللي تنجح وتجيب معدل عالي أما رامكين بعض الأشخاص يحط لك بعض التحفيزات اللي أنا كأستاذ ما نقدرش نوفرها وهو كأستاذ أو محفز أو طالي بجاب بكالوريا منك تجربتي على البكالوريا ويبدأ يحفز فيك بوحدة طريقة غاربة أنا كأستاذ ما نكذبش وجعني قلبي لأنا عليه اللي يحب يحفز خوه ولا يحفز وليد ولا يحفزه بحاجة معقولة أما أنك تحفز بوحدة طريقة لأنا يلاحظ كذلك مرات نسمع يقول لك لو كال مثلا في الدول مثلا دالة الأسية ما حليت شمية وخمسين تمرين ماكش حال من نجيب الوقت أن أنت عمية وخمسين تمرين ولا تروح مثلا لعلم الإسلامية لماكش حافظ كامل الدروس ومرجحهم وحليبك مستحيل تجيب فوق عشرة لماذا هذا الكلام والله 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 هذا الشخص هو في حد ذاته اللي رأي يقول هذا الكلام والله ما داره أن ينحلف لهذا أي واحد يجي يحفزك يحفزك لازم طريقة معقولة اللي يقبلها العقل لم يقبل لاش العقل نوصيه لي دي بنتي ما تفكر فيها ما تحول تقالدها ما تحول تقالد هذا الشخص إنما أقرأ بقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعه خاصة انظروا لنا في رمضان رمضان الإنسان يقرأ براحته لكن قدر يسيب وقت يقرأ مثلا مع صباح شوية ومع الليل شوية وفيها بركة المهم أقرأوا وحاولوا هذه الأيام تقرأوا ما تنسوش الأشياء يعني كي تقرأ حاجة سجلها عندك خاصة أفكار جديدة بدا تسجل خاصة الأفكار اللي تشوفها دايما تتعاود في البكالورية مثلا في مدة ترياضيات لازم تروح تتعلمها رمضان الحمدولي لقنوة اليوتيوب فيها خير عظيم المهم أن تعلم كل حاجة أذرك تقدر تجيب في البك اخطوكم من هذه كي يقولوا الطيح ذي وما الطيحش ذي اخطوكم من هذه الكلام البكالورية فيه برنامج يقدر أي حاجة تطيح أي حاجة المهم أنت حل بكالورية به تشوف الأشياء اللي رجيه في البك ربي وفقنا ووفقكم إن شاء الله وتجيبوا إن شاء الله البكالورية بأحسن المعدلات بأقل الجهود غير ما تبقاوش تتخموا وتقولوا أنا مايش نقرأ 16 و 17 ساعة هذه المهم لا تنسونا بالدعاء أنا بالسحة والعافية والترح ومع العالمي الطاهرة وقرأ بقاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى سلام